من سوريا إلى أوكرانيا تتراكم أسس مواجهة أمريكية روسية تطور نوعي كشفته صحيفة وولستريت جورنال نقلا عن قادة عسكريين أمريكيين بشأن قصف مقاتلات روسية قاعدة التنفي الأمريكية في سوريا عملية جاءت في سياق أوسع شمل عدة عمليات ضد قوات التحالف الدولية الذي تقوده واشنطن وفق المسؤولين العسكريين الذين حذروا من انزلاق سوء التقدير نحو صراع مباشر بين القوتين في الساحة الدولية هذه التطورات تتزامن مع تصعيد غربي على الساحة الأوكرانية يحذر السفير الروسي في واشنطن عبر مجلة نيوزويك من أن تضفق كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف يعد بمثابة طريق مباشر إلى مواجهة عسكرية بين موسكو وواشنطن مواجهة قد تتطور سريعا إلى حرب نووية الرئيس الروسي يؤكد أن بلاده لا تريد استخدام ترسانتها النووية لكنها لن تتردد في ذلك إذا تعرضت لتهديد وجودية ليسارع نواب جمهوريون إلى مطالبة إدارة بايدن برد واضح مع تزايد احتمالات المواجهة يؤكد القادة الأوروبيون استمرار دعمهم لكييف لمنحها القدرة على الصمود الاستراتيجي للانتصار على موسكو كما يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيما تحذر روسيا من أن أي أسلحة ترسلها أوروبا إلى كييف ستدمر قبل وصولها إلى الميدان بالإضافة إلى ملف توريد الأسلحة تصلت موسكو الضوء على ملف المرتزقة الأجانب الذين قدموا من 64 دولة وتؤكد أنها قتلت نحو ألفين منهم وتنشر القناة الروسية الرسمية مشاهد لأسيرين أمريكيين لدى القوات الروسية يقول البيت الأبيض أنه يتابع الموضوع داعيا الأمريكيين إلى عدم التوجه إلى أوكرانيا وسط معلومات عن أسر جندي ثالث وفق الخارجية الأمريكية